شايف الفيديو ده؟ طيب شايف الفيديو ده؟ عيش الانتعاش مع أفضل مشروب بلو بيري شوف ده كمان في يوم من الأيام كان عمر يتمشى في أحد شوارع المدينة مندهشا بالأجواء الساحرة من حوله تخيل أن الفيديوهات دي تعاملت من خلال برنامج واحد برنامج اسمه إيدي مايكر يوفر لك كل أدوات الذكاء الاصطناعي لاحترافية في مكان واحد ابتداء من توليد الصور باستخدام نانو بنانا أو تحولها لفيديو باستخدام Vio 3 ده غير موادلز وأدوات كتيرة جدا موجودة في البرنامج زي C Dream 4 مش كده وبس ده البرنامج هيساعدك في توليد الصور والفيديو ومنتاج الفيديو وتحول النص لتعليق صوتي وعمل سبتايتلز وإخراج نهاية الفيديو كل ده في مكان واحد من رأيي أنا شايف أن البرنامج ده من أسهل البرامج اللي ممكن تساعد الناس اللي بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي أو منشايل المحتوى في إنشاء الفيديوهات بتاعتهم بكل سهولة والنهاردة هشرح لكم إزاي نحن نعمل مع بعض أكتر من فيديو بأسلوب مختلف بشكل احترافي باستخدام ID Maker فلو أنت مهتم دوس لايك عشان الفيديو يوصلك برقدر ممكن من الناس ولا دي أول مرة لك في القناة فأهلا بيك في قناة محمود خدرة هعلمك إزاي تستفيد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية والمدفوعة في إنشاء المحتوى هو ربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو الناس اللي بتتفرج ومش بتشترك في القناة مستنيين إيه؟ يلا كله يشترك دي الوجهة الرئيسية لبرنامج هيت بو ادي ميكر تقدر تحمل البرنامج من الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو بعدين تثبته على الجهاز عندك برنامج ادي ميكر مش مجرد برنامج عادي ده برنامج فيه أكتر من سبعين أداة ذكاء اصطناعي أدعي خاصة بالفيديوهات وإنشاء الفيديوهات وتعديلها أدعي خاصة بالصوت وإنشاء الصوت وتعديله أدعي خاصة بالصور وإنشاء الصور وتعديلها أدعي خاصة بالنصوص وتحويل النصوص إلى صوت وكتابة سيناريوهات بالإضافة لأدوات ذكاء الصناعية أخرى تعالوا كده نجرب مع بعض أن احنا نعمل صورة باستخدام البرنامج أول حاجة هنروح على ايميج ومن ايميج هنختار تيكستو ايميج هيحولنا على الوجهة دي واللي فيه هنا هيزهر لك أكتر من موديل من ضمن الموديل دي فيه هنا عندك جوجل نانو بنانا هنبدأ به وعندك هنا وهي تحويل النص إلى صورة كمان وهي تحويل الصورة إلى الصورة يعني ممكن نعديه على صورة والإيميج ريستايلر وده طبعا خاص بإن أنت ممكن تغير الصورة خالص هنروح لتيكستو ايميج وهنيجي هنا نضيف هنا برومت بالشكل ده تاب برومت بسيط جدا يعني في ستري دي لمشهد سينمائي لقطة ركبة عربية حربية كده ومشية في وسط شارع كده مليان من فكارات وبعد كده هنجي مسلا نقول له احنا محتاجين مسلا نعملين صورتين اتنين وبعد كده نضغط على هيبدأ دلوقتي ينفذ الصورة بالفعل هنا عمل لي صورتين بالشكل ده وللصورتين قريبين من بعض جدا لأنهم نفس طيب أنا دلوقتي عملت الصورة بصراحة الصورة حلوة جدا وتحس نها في أجواء حربية كوية جدا وحابب أن أنا أحاول الصورة دي الفيديو هتلاحز هنا على المدك على اليمين في حاجة اسمها لو ضغطت عليها هنا هيحولك على وجهة تانية وهنا هيجي يقولك انت عايز تعمل فيديو بتاعك اللي بعد بتاعته ايه بالشكل ده ولا عايز تعملها أنا هاختارها هوا بالشكل ده وهحدد الجزء بتاع الصورة قادرة هحدده هحدد هنا الجزء بتاع ده كده بالشكل ده وبعد كده هضغط على اوكي هيدوف لي هنا الصورة هنا هاجي هنا اختار الموديل اللي أنا عايزه عندك موديلز كتيرة من ضمنها في ايدي مايكور تو في وان تو بوينت تو في الفيديو في الجوجل فيو سري والفيو سري فاست هاختار واجه هنا هضيف نفس اللي أنا كنت عامل به الصورة هضيفه هنا وبعد كده هضغط على هيبدأ يحول له الصورة بتاعة الفيديو بالشكل ده على طول هنا الفيديو خلص تعالى كده نشغله هنا الفيديو شغال معنا بالشكل ده الفيديو جميل جدا ولكن انا لاحزت ان هو هنا ما فيهوش صوت وده ميزة حلوة برضو تانية ان انت تقدر تعمل للفيديو بتاعك فلو ضغطت على هيجيب لك هنا نفس التفاصيل اللي احنا عملناها ولكن لو نزلنا تحت شوية هتلاحظ هنا عندك المدة ممكن توصل معاك من اربع ثواني لتمن ثواني وكمان ممكن توصل معاك الجودة لالف وتمانين يعني تكون جودة اعلى وكمان تضغط اتحك في الاسبيكت ريشو اللي هنسيبه زي ما هو وهنا عندك خيار مهم جدا هو لو ضغطت عليه فده معناه ان احنا هنقدر نعمل صوت للفيديو وبعد كده نضغط تاني على هيعمل الفيديو بالشكل ده اعمل هنا الفيديو تعالى كده بقى نشغله المرة دي هنا اعمل الفيديو بالصوت ومتأسرات وانفجارات والعملية زي الفول بصراحة الفيديو جامد جدا تعالوا نجرب مع بعض نعمل تصميم تاني باستخدام نانو بنانا هنيجي هنا هنضغط على وهنضغط بعد كده على هيحولنا هنا على الوجهة دي المرة دي هنختار حاجة اسمها وهنيجي هنا نختار الموديل الخاص بنانو بنانا وهنيجي هنا نحط صورة اول صورة هحطها صورة منتج كنت عامله قبل كده لكانز وهضغط على وهاجي هنا في الصورة التانية هجيب صورة الولد ده لابس بدل الشبه دي وهضغط على وبعد كده هضيف لبرومت انا مجهزه ممكن اسيب لك البرومت في وصف الفيديو وهنا نعايز ان هو يعمل لي دمج للصورتين مع بعض وبعد كده هضغط على بعد ما اختار عدد الصورة اختار الصورة واحدة بس هضغط على هبدأ دلوقتي ان هو ينفز للصورة بتاعتي تعال نشوف الصورة بقى بعد ما اتعملت هنا جاب لي الصورة بتاعتي الولد لماسك المنتج بتاعي والخلفية كلها نفس المنتج اللي احنا هعملين بحنا كده ممكن نعمل اعلان للصورة دي بنفس الطريقة هضغط على عشان احول الصورة بتاعتي الفيديو هتحولني على الوجهة دي وهنا المرة دي هختار عشان يخلي الصورة كاملة بالشكل ده واضغط على اوكي وهنا هختار المودل بتاعي برضو هيبقى وهاجي هنا هضيف برومت تاني عشان يحول الصورة لفيديو هختار المدة بتاعتي 8 ثواني والجودة 1080 وهنا الابعاد 916 وهعمل اوديو واضغط على عشان يبدأ ينفز لي الفيديو ودي كانت نتيجة الفيديو النتيجة كويسة جدا ولكن تعال كده نجرب ان احنا نخليه يقول كلام بالعربي هضغط هنا على وهاجي هنا في اخر وهكتب له وهفتح علامة تنصيص وكتب الكلام اللي انا عايزه ويتقال بالعربي قلت له هنا عيش الانتعاش مع افضل مشروب وبعد كده هضغط على تعالوا بقى نشوف النتيجة عيش الانتعاش مع افضل مشروب بصراحة نتيجة المرة دي جامدة جدا جدا وتنفع ان احنا نعمل اعلان بالطريقة دية لاي منتج احنا عايزينه الجميل بقى ان هو جايب لك كمان موديل زي موجود تقدر تعمل بيه صور لو ضغطنا على هنجي هنا نقدر ان احنا هنعمل صور تصل جودتها اللي فهاجي هنا هكتب برومت بالشكل ده لشخصية كارتونية او وهاجي هنا اختار جودة اعلى حاجة وهنجي مسلا هنا نختار البعد بتاعنا تسعة الستاشر عشان لو حابيني حوالي الفيديو وممكن نقول له اعمل صورتين وبعد كده نضغط على تعال نشوف التصميم هيطلع زيه تعالى كده بقى نشوف الصور هنا اعمال لي التصميم ده تصميم حلو جدا للصورة اللي انا كنت عايزة نفس التفاصيل ونفس اللبس ونفس الشخصية بنفس التفاصيل اللي انا عايزة وعمل صورتين طبعا ممكن نختار الانسب منهم انا شايف ان الصورة دي هتكون انسب ان احنا ممكن نحولها لفيديو طب تعالى كده نجرب نحولها لفيديو عن طريق برضو هنضغط على فيديو وهنجي هنا برضو هتخنع على الاختيار سواء لو ضغطنا على هيخليها لنا كده وبعد كده نضغط على هيضف لنا الصورة هنا للموديل اللي هنشتغل عليه وهنيجي هنا نضيف اي احنا عايزينه انا مسلا عايز اضيف برومت اخلي راجل ده يقول كلام وهنختار مسلا المود ده هنا تكون ثمان سوان عشان لو هنضيف كلام كتير والجودة خلال الف وتمانين والبعد تسعة لستاشر وطبعا هنعمل وده البرومت اللي انا هنفزه هضيف هنا برومت بسيط جدا بقول فيه ان انا عايز الشخص ده يتكلم بمفعال ويقول بالعالمية العربية المصرية الناس اللي بتتفرج ومش بتشترك في القناة مستنين ايه يلا كله يشترك تحن شوف هل هيكون قد التحدي ده ويعمل الفيديو وخليه تكلم بشكل ده ولا لا وهنضغط لوطة على وجونوريت ويلا بينا نشوف الفيديو الناس اللي بتتفرج ومش بتشترك في القناة مستنين ايه يلا كله يشترك بصراحة نتيجة مكونش متوقعة انها تكون بالحلوة دي تخيل انا ممكن بقى اعمل شخصية وخلات اقولك اي كلام انا عايزه وقدر اعمل محتوى على تيك توك على يوتيوب بنفس الطريق ديات من غير اي تفاصيل معقدة بل بالعكس الموضوع بقى بسيط جدا زي ما جربنا في تحويل النص الى صورة عايزين نجربه في تحويل الصورة الى صورة هنيجي هنا نختار وهنيجي هنا نحمل صورة هختار مثلا صورة زي دي وعمل لها مشهد وبعد كده اضغط على وبعد كده هاجي هنا هكتب عايز ان انا اخذ صورة الولد ده وعايز اعمل مشهد حلو للطفل ده فهاجي هنا هضيف ده وهنا هيختار الابعاد بتاعتي اول حاجة هختار الجودة والبعد المرة دي هيبقى ستاشر لتسعة وهنختار مسلا هنا صورة واحدة كفاية وبعد كده اضغط على تعال نشوف هيعمل لنا التصميم ازاي هنا جاب لي نفس الشخصية اللي انا ضفتهالي وحطهالي في مشهد بالشكل ده وطبعا ده معناها ان احنا نقدر نثبت الشخصية بتاعتنا في اكتر من المشهد ونقدر نعمل فيديوهات نجمعها على بعضها تعالى كده نجرب برضو ان احنا نعمل فيديو للصورة دي هنضغط على فيديو هنختار البعد وبعد كده نضغط على اوكي حاجة هنا هضيف بسيط ان هو يحرك الصورة ويخليها يكون فيها مشهد النطف لمسلا ماشي في الشارع طبعا انت بتكتب اللي انت عايزه او المناسب ليه وهختار المدة 8 ثواني الجودة الف وتمانين البعد تستاشر لتسعة زي ما هو الصوت مش هعمل صوت عشان هنعمل تجربة تانية وبعد كده هضغط على وتعا نشوف الفيديو دي كانت النتيجة الفيديو جميل جدا الولد ماشي في الشارع بنفس التفاصيل وحركة حلوة قوي بالشكل ده طبعا احنا هنا في الوجه دي هتلاحز اصلا ان احنا كان هنا موجودين في برنامج مونتاج يعني كل التفاصيل دي كلها اعز اقول لك ان انت لو جيت سحبت الفيديو اللي انت عملته ده هنا هينضافه عندك هنا في وتقدر بقى هنا ان انت تجمع مشاهد كتير يعني لو عايز اجيب مسلا المشهد زي ده اضيفه هقدر اضيفه عايز اجيب مشهد زي ده اضيفه هقدر اضيفه وده بيساعدنا ان احنا نعمل فيديوهات متناسقة متواصلة انا كنت شرحت ده قبل كده بس خلينا برضو اعرفك ايه اللي احنا ممكن نضيفه على فيديو زي ده مفي وش صوت هنا هتلاحز عندك ان في حاجة اسمها اوديو اوديو دي لو ضغطت عليها هنا بنقدر ان احنا نحول اي نص لتعليق صوتي وده بيكون عن طريق احنا بنضغط على حاجة اسمها هنا على الشمال هنضغط عليها بالشكل ده فهيجيب لنا هنا المكان ده نقدر هنا نكتب اي كلام احنا عايز له انا مسلا عايز اكتب مشهد بسيط جدا يتكلم والطفل ده ماشي هقول له مسلا هنا مسلا هكتب هنا الجملة دي في يوم الايام كان عمر يتماشى في احد شوارع المدينة مندهشن بالاجواء السحرة من حوله وبعد كده هاجي هنا اختار اللغة اللي هي العربية وتقدر هنا تختار هنا الصوت اللي انت عايز انا شايف ان الافضل ان احنا اختار الصوت بنت فاختار هنا مناه طبعا تقدر تضغط على علامة التشغيل عشان تسمع الصوت عشان تشوف مناسب ولا لا وعلى طول هنا هنضغط على على طول في اقل من نص دي على طول هنا ولسه بخلصش كلام اضاف الصوت بالشكل ده هتلاحز هنا ان الصوت هنا ممكن يكون اطول شوية من الفيديو فاحنا ممكن هنا نشوف الفراغات اللي موجودة في الصوت ونقصها لو جيت مسلا انا هنا وقفت على الفراغات ديت هاجي هنا مثلا وهاجي هنا كمان اعمل تاني وهاجي هنا برضو اعمل في المنطقة دي وده معناه انا بقطع الفيديو بالشكل ده وهاجي هنا برضو اعمل وهاجي على الحيتة الزيادات ديت اعمل لها وهنا اعمل لها واقدر اكمل الصوت يبقى لازق في بعضه بالشكل ده بحيث يبقى الفيديو معايا يكون بقدر الامكان ظاهر بشكل كامل. تعال كده بقى نشغل الفيديو ونشوف هيشتغل معنا ازاي. في يوم من الايام كان عمر يتمشى في احد شوارع المدينة مندهشا بالاجواء الساحرة. الصراحة النتجة كويسة جدا. طيب ايه تاني ممكن نعمله هنا? فيه عندنا حاجة مهمة جدا كمان وهي اللي هو الكلام اللي يظهر على الشاشة. لو ضغطنا عليها بالشكل ده فانت تقدر هنا تختار بقى الشكل اللي انت عايزه. فيه هتلاقي وهتلاقي والديناميك وحاجات كتير او. نختار حاجة مناسبة منهم. انا شايف ان احنا ممكن مسلا نختار حاجة شابه دي. بعد ما نختار ده هنحدد الصوت بتاعنا لازم نهاعدده بالشكل ده. وبعد ما نختار للشكل بتاع نضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو هيعمل عشان يعمل الكلام بالشكل ده. وفعلا هنا لو جانا شغلنا الفيديو هتلاحز هنا ان الترجمة هتظهر على الشاشة والكلام بيتقال بالشكل ده. وتقدر في نهاية تعمل للفيديو بتاعك عشان تقدر تنشره على اي منصة انت عايزها. بجودة كويسة توصل معك لو انت عايز جودة عالية. ومجرد ما تضغط على هيكون الفيديو جاهز معاك تقدر تنشره على اي منصة انت عايزها. وطبعا لو عايز تزود بتاعتك تقدر تشترك في البرنامج من خلال موقع رسم اللي بتبدأ الخطط فيه شهريا من عشرة دولار بيديك حوالي الفين بتصل الى تلاتين دولار بيصل معاك لعشر تلاف شهريا. اما في حالة الاشتراك السنوي فبيديك خاص من خمسة وعشرين في المية بتبدأ من خمسة وخمسين دولار شهريا بمعدل عشرين الف كريدت بتصل الى ميتين واربعين دولار سنويا بمعدل ميت الف كريدت. وبك دي بقى انا وصلت معاك لنهاية الفيديو النهاردة هسيب لك رابط البرنامج في وصف الفيديو وتقدر تحمله بشكل مجاني. ولو حبيت تستخدمه بشكل اعمق فممكن تشترك في الخطط المدفوعة وتبدأ رحلتك في عالم انشاء الفيديوهات بالزكاة الاصطناعية. فياريت لو عجبك الفيديو تضس لايك وتسيب لي رايك في تعليق ولو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك دلوقتي فعال زي الجرز عشان نوصلك اشعار بكل فيديوهات الجديدة. في النهاية السلام عليكم.